بسم الله الرحمن الرحيم اليوم محاضرة فيديوية للمحاضرة نقوم أربعة اللي هي الماكزيلا ري سنترال انسايزر الماكزيلا ري سنترال انسايزر طلعوا سولفنا علي بالميت بالبداية إذا نحكي على موقع ميزيلا القريب إليش هيكون اللي هو الأذر ماكزيلا ري سنترال انسايزر بالأذر سايد اللي بصفة والجزء البيئت عنا ش هيكون يا توث اللي هو اللاترال انسايزر الفونكشن الماكزيلا ري سنترال انسايزر وظيفة لهذا التوث شنو هو شيرينج اور كتينج فود قطع الطعام خلال شنو خلال الماستيكيشن التشوينج خلال عملية المضغ بالماكزيلا ري سنترال انسايزر there is no cusp بالتيث بس ما كانش عدنا عدنا الانسايزر الاج الفورميشن من هلا التوث بالبرايماري تيث شبك تيث يصر عندنا فورميشن إلي بسبوع الارباطعش ان دي يترو وهذا في حالة في حالة البرمننت وان شبك تيكون خلال الشهر الثارث او الرابع بالاج هذا في حالة البرمننت تيث وبصورة عامة الدسيديوس وكتصر عندنا الاربشن إلي خيئي اما ماكو فد specific time بس اكو رينج من عمر ثلاثة الى ثمنطاعش شهر عمر الطفل بينما البرمننت 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 تقريبا خلال عمر سبعة الى ثمانية ييرز البرمننت 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 التعليقات الانسائزر اذا نرى مصطلح الطبي نطيف مصطلح الطبي يسمى داستيما كما كانت كل مطلح تختلافات الانسائز تختلافات بالانسائز بالشكل بالكلور واللون معناتها يكون لها علمات السيستيما مثل السيفلس يأثر على مظهر الاسنام باستائر القليل أكيد اضع على اصنان مزياد مزياد يسمى هذا التوث اضع على اصنان الامامية ولا تقل بقية الاسنان الامامية هو اضع على اصنان الامامية سيكون أكبر الاحالي المزياد اللي هو اللاترال انسيزار and it's usually not as convex on its labial surface as a result the central انسيزار appear to be more rectangular or square in shape فلذلك اش يكون شكله اما مربع او مستطيل الميزيال انسيزار angle دائما وحنا رسمناها باللاب يكون شاربر than the distal انسيزار angle حتى بالرسم الترسم توهيج تكون distally distal انسيزار angle more rounded بينما الميزيال انسيزار angle تكون لعشاربر than the distal انسيزار angle المامي لون قلناها تطلع بالنوى اللي قربت التيث بالسن هستو طالة بعدين due to wearing attrition حصير ستريت اوكي جنرالي اذا دسوف الديفرنسيز بالابيرانس بالميل دائما يكون لارجر اكبر من ما قرنويل في ميل ايج ديفرنسيز in the gingival incisor length of the maxillary central incisor هذا شون ديصر هذا change اللي هو gingival incisor length due to attrition بالاحتكاك due to mastication and chewing يصير عندنا هذا الشي نيجي على labial view بالlabial شاشوف الميزيل outline of the tooth دينشوف شون ستريت يمكم الرأس or slightly convex او شوية به انحنا whereas the distal outline is more is much more convex بس لما distal outline لانشوف منحني بصورة اوضح من الميزيل outline distal outline of the crown is more convex than the mesial outline اوكي distal incisor angle للناس تكون مور راونجل اذا ما قرنو الميزيل incisor الميزيل ما ميزيل تروح وما تروح الميزيل سنشوف انه incisor تكون straight cervical line سنشوف انه direction cervical line اللي وسن cervical line اللي سنشوف الdirection ما نحنا امتج نحو the apex of the the root ويكون shape ما تنسيم circular and shape نصف دائري الروت يكون plant and shape يعني صور شكل مخروطي although there is a large amount of variation اكيد انه اكوا هاي variation اختلافات من واحد الواحد اللينجوال view الشيشوف باللينجوال view the lingual site of the maxillali central incisor is a small convexity يصر بي اللي هي شسمة هاذ حتنا من انتو من كالل دمارك اللي هي sing لان اللي تكون وين لوكيشي ما لانتو بال cervical area النقطة ثانية there is a large concavity sorry there is a large concavity عدنا convexity اللينجوال fossile along the mesial and distal sides there is slightly raised portion اللي هي marginal ridge the lingual incisor edge is also raised نشوف the lingual incisor edge هم ما تكون بها ارتفاع يعني بالmesial distal ارتفاع اللي هي marginal ridge بالاخير اكو hem raised area منطقة مرفوعة اللي هي incisor edge اللينجوال fossile حدود حدود فوق هش كو singulam عالم يمنى وليس رش كو marginal ridge جو هش كو incisor edge ok development yes اكو development growth found on the singulum and line بعدين تنزل ال lingual fossile الميزي outline شو بالميزي اللي يكون هو شكل triangular in shape if we haven't seen the picture the mesial side of the maxillary central incisor shows the crown of the tooth as a triangle with the point at the incisor edge and when it's point in the incisor edge منى التوث نشوف tip of the root tip of the apex نفس النقطة هي نفس tip of the cusp يعني رح نسوي خط حتى نسوف منتصف للتوث بالضبط حيكون symmetri المتناظر tip mal root apex و tip mal tip of the cusp الكريس of curvature of the palatal and the labial surface is located when بال cervical area the labial surface of the crown is convex نشوف به تحدب نوان ما from the crest of curvature ليو وننزل هذا لل incisor edge بالlingual surface the crown شيكون convex near where near the sing لم شوف أكون تقعر ورا حيبد تحدب اللي هي شنية ما الفوس العف لحد يرجع كتا تقعر لمنطقة incisor edge more than any other teeth tooth in the mouth the cervical line from this view this cervical line went toward direction matter toward the incisor edge the throat on the distal view what I can see the side of the tooth is very similar to the mesial side there's a little bit of a thing we saw in the mesial but we'll see the distal it's a little bit of a there's a great portion of the tooth on the labial surface I can see the distal view a lot than what I can see mesial view here the question why طلاب تعرفون نحن عدنا الانلاينمنت هذا الانلاينمنت اللي هو عبارة عن كيرف الأسنان مو مستقيم لا كيرف من السنترل لحد ما يوصل للثيرد مولر فدائما الانلاينمنت تخلي التوث تلتد ينحرف شوية لنقوه لي حتى يسوموين الكيرف مالتنا فمن يصير تلتد لنقوه لي بالدستال سيرفس لحشوف اللابيال سيرفس أكثر من ما أشوفه من الميزيال فيو أعتقد هاي كلش واضحة يكون أقل إذا ما قرنوه الميزيال فيو بالانسايزر فيو شو أشوف اللي عنده أشوف التوث من جهة الانسايزر مثل ما موضح بالرسم of this tooth the portion of the tooth visible from this side اللي وشين لحشوف يشوف الانسايزر edge is located from this angle لحنشوفها واضحة الانسايزر edge only the crown of the tooth is visible اللي حشوف بس الكرة الملحة قدره أشوف اللي عنده أشوف عنه من الانسايزر and the overall the tooth looks bilateral اللابيال سيرفس دنشوفه دنشوفه شتون صاير عريض ومتسطح ومتسطح the lingual surface appears toward the singulum tapered العفو the lingual surface دنشوفه انه ديصر بي a tapering ديبدي يقل لحد ما يوصل المنحة تتقع ارمال التحدد مع the singulum the distance between the mesio incisal angle to the singulum is slightly نوعا ما أطول إذا ما قرت بالمسافة ما بين the disto incisal angle to the singulum يعني دنشوفه singulum الميزيو انسايزر angle لل singulum أطول من disto incisal angle لل singulum أوكي الانترابروكزيما الكونتاكت اللي هي حتنا عليه انه هون يصير الكونتاكت between two adjacent tooth احنا عدنا two maghziller teeth come in contact contact with the adjacent teeth in the same art refer to us enter proximal contact اللي هاي موجودة بكل الاسنان نشوف انه الاسنان دائما يصير بي aque contact بس ردنا عرف وين الكونتاكت يصير بالانتيريار teeth فيما يخص central incisor the maxillary central incisor are one of the only two types of teeth which are the antroproximal contact وي itself يعني عدنا two maxillary central هي الوحيدة اللي come contact وي نفس السن لان central لا انسيزر left وي central incisor right لحي يصير contact area between two same tooth يعني نفس الاسنان لحيصير ان come in contact بينما البقية لا وي النايبورن اللي هو الاذر tooth the other type of teeth is the mandibular central incisor يصير اللي هصير بالأبر يصير باللور عدنا اللي two central upper two central lower فهي يصير ال contact together the central incisor touch and the incisor third يعني شوفوا ال contact area وين تصير عدنا بال two central incisor يصير موضحة بصورة ال contact area وين تتكل بال incisor third of the teeth on the other hand the contact between the central incisor وال lateral incisor يعني two central that can't contact together وين ديكون عدنا sorry وين ديكون عدنا ال contact مالتها one minute ديكون ال contact مالتها بال incisor بال incisor third اذا كان بين two central بين مالتها ال contact area بين the maxillary central incisor وين المaxillary lateral incisor is near up to the gingiva at the location between the incisor and the middle third يعني صعد شوي جنجيبلي فيكون ال location مالتها ما بين ال incisor والمدل third بهاي طلاب وصلنا الى نهاية المحاضرة lecture 4 وين شاء الله محاضرة ثانية lecture 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر